إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَلَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخُائِنِينَ غَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ فَوَّالَ لَذِيمًا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هلانتم هؤلاء إجادتهم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله رفورا رحيما ومن يكسب إذنه فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ترجمة نانسي قنقر